السؤال الأول اللي عمل لنا جلق وكيه بنحل كيه بنحل يعني بديكي أحكي بالنسبة للطالب اللي بركز على العبارة هاي لما أقول الطالب اللي بحب المادة بحبها شما لدى غصبنا عنه زي أنا ما أخذ الفيزياء عن حب بحب المادة وفاهم أصولها طالها كيه بحل عزم القوة حكا عزم القوة هو عبارة عن بس نرفع الخط شوي عزم القوة القوة غاية توجيه فرسان أنا أعلم بس في ناس ذكي وفاهم لما عرفتكم على ذراع القوة ربصايل يرسل هي أفدي يعني ما أقدر أقول العزم هو عبارة عن القوة في البعد العمودي وانتهى الموضوع بس هاي أول طريقة حل هاي البعد العمودي طب كم القوة بطلع القوة 30 نيوتن البعد العمودي أنا لو فاهم وحاب بالمادة شو البعد العمودي سأشوف أول شي باجئ على القوة وبأخذ خط عملها هاي وبقول دراع القوة وينك محور دوران هاي البعد العمودي بينه خط عمل القوة والخط الواصل بينه محور الدوران هذا هو بالنسبة لدراع القوة دي البعد العمودي خاص بس وانتهى السؤال ثمانين سانتي بحول في عشرة قوة قديش سالب اثنين لانه بدأ حوله للمتر صفرين سالب اثنين أربعة وعشرين ان يوتن في متر هاي الطريقة الأولى مين انصدم؟ بالأمانة يكتب أنا بالتعليقات بهمني بزيك انصدم انه بس هيك الحلقة يقول عفوية بدون معرف كم أر بدون معرف كم الزاوية راح يحل على الطريقة الثانية بس لاني فاهم مادة القوة في دراعها طب شو بدأ عرفني وين دراعها لا باجع القوة هاي خط عملك باجع محور دورها روح ووصلهم بس بحث عن ذاوية كم هذا هو دي دراع القوة انا بديشوف الانا لانه بهمني التفاول طلع الصدم اللي صارت يا الله بس هيك والله بس هيك طب مين اللي حل بالطريقة اي صح عشان هيك انا بدي حاول بالامتحان اني ألفت نظر الطلاب بالافكار هاي مش والله جبته اكسر اعظام ساذا انا حليت على التوجيه فورساب تمام وجهزت يا دودين على جنب ايش جهزت جهزت الار عكيد عنها من في تغورس ويني كقوة هاي نجاي اللي رسمته ار راسب ذيل نسحب بس انا لا اسحبت القوة له قليت هيك احسن عشان اخذ الزاوية هاي هاي ثيتا ار من في تغورس ثمانين ستين فار ميت سنتي وصاين ثيتا بس ضيعنا الوقت ها هو صح سأل ليش ما مديتها هيك لا لا انا جهت خليتها راسي براس افضل الي عشان اشعر في الزاوية المقابل على الوتر المقابل ثمانين في عشر قوة سالب اثنين على الوتر مية بعشر قوة سالب اثنين راهوا مع بعض هذول صفا عندي ثمانية على عشر كم قوتي ثلاثين كم ار والله مية بعشر قوة سالب اثنين كم عندي ثمانية على عشر فانا لو اقتصرت هايدي مع هايدي ولو اصفار مع بعض بدوير جامعي الجواب كم اربع عشر ولو سالت مين حل على الطريق هاي باللاقي الاكثرية فكان السؤال عادي يعني جماعة الساد من تم عطسناش زي لا اوه انا حقي والله السؤال اعملت من عندي محبة لكم انه خليكم سؤولوا دائما فكروا باللقطة هاي ما معي لقار ولا ولتيتا مباشرة بتذكر انه بدور على البعد مين العمود على طول هلوين هلوين وداما بدنا طاقة يجابية وزيك القلوب حب تدعمنا واكل لكم من الشاكرين السؤال اللي بعدوه